لم يكترث النظام البحريني للدعوات والمناشدات الحقوقية الدولية منها والإقليمية والمحلية ورفع سطوة القتل الهمجية وإعدام شابين لم يقترفوا ذنبا إلا أنهم طالبوا بحق من حقوق الحياة إعدامات تزيد الثقل في سوءة السجل الحقوقي للنظام البحريني أحمد الملالي وعلي العرب شهدان فضح الحقد المتغلغل في النظام البحريني والقائم على نهج دموي لا يقل قتامة في تاريخه عن راعيه السعودي صاحب السجل الأسود في تنفيذ الإعدامات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ولأن هزت جريمة اغتيال المعتقلين ضحية التعذيب على العرب وأحمد الملالي الشعب للانتفاض وانتقاض السلطات لسفك دماء الأبرياء فإن الإدانات الدولية والعالمية لا تعد كونها في خانة ضيقة تبقى بعيدة كل البعض عن فرض رادعا للمنامة للكف عن هذه الممارسات بحق الشعب وقد حمل معارضون ونشطاء الدول الراعية للنظام الحاكم في المنامة بينها واشنطن ولندن مسؤولية التغطية على حكم الدم القائم في البلاد ويرى متابعون أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومعهم السعودية وتل أبيب يتحملون مسؤولية سفك دماء الأبرياء إذ أنه لا يجرؤ النظام في المنامة على ارتكاب هذه الجرائم ورفع منسوب القمع المتجذر فيه من دون أن يعتمد على راع وحامل له في المنطقة وهذه الدول هي التي سمحت له بذلك ومنحته ضوءا أخضر لممارسة بطشه وكان النائب البحريني الأسبق علي الأسود قد غرد عبر تويتر قائلا إن دعم المجتمع الدولي الرسمي للحكومات الدكتاتورية المتسلطة بالقوة على الشعوب العربية أحد أسباب استمرار القمع والقتل والتهجير مشيرا إلى أن المنامة اختارت توقيط تنفيذ حكم الإعدام بحق الشهدين على العرب وأحمد الملالي لأجل إعادة الثقة لدى العمق الداخلي المتمثل في المولاة بعد التشكيك في ذلك عبر ما بث في حلقات اللاعبون بالنار